السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد ووصفة جديدة اليوم نقدم لكم هاد البريوت بوحد الحشوه رائع على البنات بلا فيغميسيل بلا تشي حاجان نبعدوا شوية على البيغميسيل صار حكي يجيوا رائعين وراقيين ابقوا معي حتى الاخر الفيديو وندوزوا المقادير وطريقة التحضير المقادير هنا اخذت واحد البصلة وواحد الفيفا هذيك اللي كتكون حارة قطعتها في واحد شوية مشي بززافي لحسب الضوقي لكن كتكلوا الحار يعني يدروها كامنا لما كنتوش كيعيش بكم الحار نحسن ديرو غيشوية بش كتجي ديك النسمة ديال الفلفلاء في ما كتجيش باينة نهائيا وكتنكت تعطي واحد نسمة اللي ما كتتعرفش أصلا شنو هي زدت هنا دجاج صدر الدجاج اللي قطعتو هكا صغير راح بقي غادي نفردو وغادي نزيد هنا يا الخيزو هكا حكيتو في الحكاكة الغليضة هو القرحة او الكورجيت وغادي نحاول نشحرهم مع بعدياتهم في البريوات يعني قليل فين كان نديرو الخضر يعني من الأحسن أننا نستغلو أننا ننكلو الخضراء في البريوات سوف نستمر عليها تشكل هذا كان بقى ننشحرهم غادي نزيد واحد شوية ديال الملح هاد البريوات هادو ما فيهم شنائيا هي أن البنات العطرية الصوف البزار والملحة وهنا زدت واحد الملعقة كبيرة ديال الزبدة حيوانية فالزبدة الحيوانية صراحة كتعطيها واحد اللي دا رائعة لأي حاجة صراحة تضفتو لها الزبدة الحيوانية كان شحر هاد هاد الحشوة ديالي هنا من بعد ما كتبت كان نزيد لها هالي بزار أنا قلت لكم أنا ما كنضيف لاش نهائيا تشي يعني توابيل نهائيا غيلي بزار والملحة فقد وراكة تجي رائعة ورائعة بزار هنا واحد سير البنات غان ناخد اللوز اللي ديجا وضعتو في المساخين وقشرتو غادي نقليه وانطحنو وهنا اخذت اللو القادية البسطيلة هنا اخذت واحد نصف كيلو غادي نقطعها هكا الوحد على شكل طولي باش يجوني هكا شرائح طوالين باش غادي ندير بهم البريوات ديالي باش ما تضيعليش الورقة هلا تشكل هدا نقطعها على اربعة هلا تشكل هدا وهدوك الاطراف اللي كيكونوا يعني كيكونوا حرشين وهذا من الاحسن تحيدوهم باش كتسهل عليكم المأمورية سيرتو دوك الجناب اللي كيكونوا اللي كيبقى والاخرين من الجواني بلي كوطيب جوج حيدوهم صاف هنا يا فرتتو هدا كشي اللي الحوش واكا عملا وغادي نزيد لها دوك اللوز اللي بنات عرفتو دوك اللوز اللي بنات راكي عطيها واحد الماداق رائع رائع جربوهم اردو علي انا كنت لكم انكم تردو علي في اللي كوموطيق تقولوا لي كيف اجيوكم هذه البريوات رائعين وهائدين شي حاجة احسن بريوات بالنسبة لي انا هما هادو كيجيوا اكتر من رائعين هني اخذيت الجوبن ديا المودزاريلة غادين خليه على جانب غادين نوضع بالنسبة الموبنات ricettes ام必談и اصنعهم هنا كيف او الطويل البريوات بكل سهولة my possible كنوضع واحد الهوشوى حودقة جوبن دي المودزاريلة و غادين حاول انني انو اسمت بريوه بنستفجية كيف احتواطهم عن ا simulated vocês كذا اطرمون المودزاريلة سوف نخشيه هنا فهذا الجيب اللي يبقى ولبقى شي حاجه كهذا كنا نعملو لها شوية دقيق مع المقب بنفس الطريقة هنتم البنات سوف نعاود معكم حتى تعرفوا الطريقة دي البريوات هنتم البنات كنديها لهذا الجنب من بعد لهذا الجنب حتى كنسالي البريوات وهذا الاخر اللي يبقى ليدك الجنيب كنخشيه هنا اولا كنلسقو بالبيض اولا بالطحين مع الماء غنعاود معاكم واحدة اخرى هنتم البنات غدي نوضع الحشوة هنا على هات شكل هذا و كنجيب شوية دي الموزاريلا غادي نجيبها للجنب هداك القنت كنجيبوا للجنب و من بعد كننديها لهذا الجنب و هاد الجنب حتى كنسالي كنضم السرارة هاكا توضح كتر من وخا غادي نشرح يعني هنتم شوفوا الطريقة شحن البنت ما كتعرفش تطويل بريوات و مرة ساهلين سيشي حاجة اللي صعيبه هان توما كنوضع الحشوة كندير الموزاريلا و غادي شوفته البنات كنوضعها في الجنب و بعد مقنديها من هاد الجنب لهذا الجنب يعني بطريقة مائلة بهذه المعنى صافي وهذاك اللي بقالي كان نخشيه هنا فيها تجيب هذا اولا وضعوا الدقيق الى سعب عليكم انكم ما تخشيوها في ذاك تجيب يعني ديروا دقيق اولا البيض اللي بغيته صافي ولا تشكل هذا حتى نسألي الكمية ديالي كاملة البنات انا غادر نطيبهم في الفرن على عافية تكون مهيلة وتيتقرمشولي بغيتوا تقليوهما البنات تقليوهم تمقليين كي يجيوا رائعين صراحة هو القلي صراحة لا يعلي عليه باش نكونوا واضحين كي يجي شي حاجة رائعة ولكن باش نناكلوا حاجة صحية وما يمتوزوينها من الاحسر نديروهم في الفرن واقيله احسن هو ورا كل شي كي يحمق على القليوة ولكن القليرة ماشي صحي بعض الاحيان يعني خصنا نبعدوا عليه لقدرنا يعني لو كانت لابوسي بيليتي اننا نديروا حاجة اللي هي صحية نديروها احسن من ما نقليهم صافي البنات هنا يا انا انا تنظن راوريتكم كتر من خمسة المرات طريقة طي البريوهات ها هما البنات وها هما البنات من بعد ما وجدتهم كاملين ها هما دباء غادي نوضعهم في ثانية اللي كدخل الفرن وغادي ندهنهم شوية زبدة وندخلهم حتى يطيبوا ونخرجوهم ما هما البنات بعد ما اخرجوا كيجوا مذهبين وقرمشين ما شاء الله كيجوا اكتر من رائعين كنتمنى انكم تجربوهم واكيد اكيد غادي يعجبوكم غاينالوا الاعجاب ديالكم وكل شي غادي شكرهم عندكم وغايتطلبكم المقادير سيرتو الحشوة اللي اعطيتكم عن البنات واعني ما اقول جربوهم ودعيوا معايا الى هنا وصلنا لنهاية الفيديو متنساوش لايك الفيديو ايضا الاشتراك في القناة اللي باقي ما شاركش في القناة ديالي وبرتجيو الفيديو البنات على اوصع نيطاق باش يوصل للناس ويعرفونا دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء السلام عليكم باي باي